السعودية ومصر والامارات والبحرين تقطع العلاقات مع قطر بسبب الارهاب داعش يستهدف نازح الموصل واخبار الان ترصد المكان الذي التقى فيه البغدادي بمعاونيه قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على سد البعث اهلا بكم الى نشرة اخبار اليوم اعلنت كل من السعودية والامارات ومصر والبحرين قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها وايوائها للجماعات الارهابية يأتي ذلك بعد تدهور علاقة قطر بجيرانها منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي عندما بثت وسائل الاعلام القطرية كلمة للشيخ تميم بن حمد امير قطر ملخصها الخطوط العامة للسياسة القطرية التي لا تتسق مع كونها عضوا في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بالخط العام لسياساته يأتي اعلان المملكة العربية السعودية قطع علاقتها مع قطر انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كافلها القانون الدولي وحماية لامنها الوطني من مخاطر الارهاب والتطرف حسب ما صرح مصدر مسؤول ونقلته وكالة الانباء السعودية وقال المصدر ان حكومة المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر كما قررت اغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية السعودية والبدء بالاجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الاجراء باسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر وذلك لأسباب تتعلق بالامن الوطني السعودي وأوضح البيان انه انفادا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما كما تمنع لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين وأضف البيان لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها إضافة إلى دعمها واحتضانها لجماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة والترويجة لأدبيات ومخططات هذه الجماعة عبر وسائل إعلامها بشكل دائم وأوضح البيان أن السعودية اتخذت هذا القرار تضامنا مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة هذا وأصدر دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا أعلنت فيه عن قطع علاقاتها مع دولة قطر واتخاذ الإجراءات التالية قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البيعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد منعوا دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها إغلاقوا كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنعوا العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي وأوضح الدولة الإمارات أنها تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكملي لـ 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها لتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض لمكافحة الإرهاب الذي اعتبر إيران الدولة الرعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية ما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية في إجراء تصعيدي متوافق مع مواقف البحرين والسعودية والإمارات وجاء في البيان أن مصر اتخذت الإجراء في ظل إصرار قطر على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم تنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قيادته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية كما أعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وقالت الحكومة البحرينية في بيان بثت وكالة الأنباء البحرينية بأن الأسباب وراء القرار كانت بسبب إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها واستمرار قطر في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة كما تقول البحرين بأن قطر تمول الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في أراضيها في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وأضفت البحرين أن قطر لم تراعي القيم أو القانون أو الأخلاق أو مبادئ حسن الجوار ولم تلتزم بثوابت العلاقات الخليجية وتنكرت لجميع التعهدات السابقة وأكدت مملكة البحرين أنها قطعت علاقتها مع قطر صيانة لأمنها وحفاظا على استقرارها أنهت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن حسب بيان ووفقا لوكالة الأنباء السعودية قرر التحالف إنهاء مشاركة دولة قطر بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيمته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع الميليشيات الإنقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعليق رحلاتها المتوجهة إلى قطر والقادمة منها وذلك بعيد قرار أبوظبي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وقالت في بيان إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري وناظره السعودي عادل الجبير عزم بلديهما على تكتيف التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وفي مؤتمر صحفي مشترك عاقداه في القاهرة قال الجبير إن التعاون الثنائي ضد الإرهاب بين الرياض والقاهرة قوي جدا وأنقذ أرواحا كثيرة في البلدين في حين جدد شكري دعم مصر للسعودية في موقفها الرافض للتدخل الإيراني في المنطقة فاصل قصير ونواصل نشرتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد بعد معارك مع أفراد تنظيم داعش الإرهابي أعلن في الموصل عن السيطرة على قضاء البعاج غرب الموصل ورفع العالم العراقي على مبانيه في الوقت الذي تمكنت فيه القوات العراقية من إجلاء 500 أسرة مدنية من حي الزنجلي رغم مقتل العشرات من المدنيين أثناء عملية الإجلاء بنيران مسلحي داعش تغداد عن السيطرة على قضاء البعاج ذاني أكبر أقضية البلاد الغربي الموصل ورفع العالم العراقي على مبانيه بعد معارك عنيفة مع ناصري تنظيم داعش الإرهابي مصادر عراقية وأمريكية أفادت بأن السيطرة على البعاج الواقعة قرب الحدود السورية ستقلص المنطقة الواقعة تحت سيطرة المتشددين على الحدود بين العراقي وسوريا من جانب آخر تواصل القوات العراقية التوغل في حي الزنجلي بعمق 800 متر وحي الشفاء المحالي للضفة الغربية من نهر دجلة فيما تواصل تمشيط حي الصحة التي سيطرت عليه بشكل شبه كامل كما تمكنت القوات العراقية من إجلاء 500 أسرة مدنية من حي الزنجلي رغم مقتل العشرات من المدنيين أثناء عملية الإجلاء بنيران داعش ويبقى الزنجلي والشفاء هما آخر حيين يتواجد فيهما مسلح داعش في شمال منطقة الموصل القديمة التي تشهد اجتباكات بالأسلحة الخفيفة من أشهر عدة والتي تتوقع مصادر الشرطة الاتحادية أن يتواجد فيها نحو 600 مسلح معظمهم انتحاريين بالإضافة إلى المئات من الأسر المحاصرة في منازل مفخخة من قبل المسلحين الذين يتخذون من المدنيين دروعا بشرية وفي نفس المنطقة ذكر شهود عيان أن عشرات المدنيين قتلوا أثناء فرارهم من حي الزنجلي الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في الموصل تناثرت جذذهم يوم السبت في شارع متاخم لخط المواجهة مع القوات المسلحة العراقية كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أنها في حاجة إلى تمويل سريع لمساعدة العائلات التي تفر من الاشتباكات في مدينة الموصل معلنة في بيان لها عن حاجتها لمئة وستة وعشرين مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة للأطفال والنساء الذين نزحوا من الموصل والعائدين إليها وقالت السلطات العراقية أن أكثر من ثلاثة أرباع مليون عراقي أجبر على الفرار من الموصل من بدء العمليات العسكرية في تشرين الأول أكتوبر الماضي مع استمرار تقدم القوات العراقية المشتركة في تحرير مناطق قرب الموصل من احتلال داعش تتكشف يوميا أسرار حول هذا التنظيم الإرهابي كان آخرها المكان الذي ظهر فيه زعيم داعش أبو بكر البغدادي واجتمع خلاله مع مساعدي بينهم أبو أنس الشامي حسب ما ذكرت مصادر عسكرية عراقية وسام يوسف طلع على المكان الذي ظهر فيه البغدادي قبل انطلاق عمليات غرب الموصل وأعداء هذا التقرير فور تحريرها وأسرار داعش الإرهابي تتكشف يوما بعد آخر من هذه المنطقة الواقعة في غربي الموصل والتي تسمى حي السابع عشر من تموز لأن هذه المنطقة أول مناطق الموصل التي احتلها التنظيم وكان يتواجد فيها كبار قادة داعش المحليون والعرب والأجانب فقد أسمها داعش أرض الثبات لكن سرعا منهارت هذه الموقعة أمام القوات العراقية المتقدمة زعيم داعش أبو بكر البغدادي وغيره من قادة التنظيم كانوا يترددون ويجتمعون في هذا المنزل الذي تم قصفه من قبل طائرات التحالف الدولي قبل تحرير الحي السابق عشر من تموز بأيام قليلات فقط في هذا المكان وفي هذا المنزل كان أكبر قيادات داعش يجتمعون هنا في هذا المكان وفي هذا السرداب مثل ما أخبرتنا القوات الأمنية الآن أبو بكر البغدادي وأبو أنس الشامي والعديد من القيادات الكبرى لتنظيم داعش كانوا يجتمعون هنا في هذا المكان وفي هذا السرداب الذي سوف تدخله أخبار الآن بعد قليل لا تدخل الكثير من الأسرار بدأت تظهر من حي السابق عشر من تموز الذي كان قادة داعش يجتمعون فيه ويقودون أخطر تنظيم إرهابيين وإجراميين في العالم فبعد أن تجولنا برفقة قوات حرس نينهو التي تسلمت مهام مسك الأرض في هذا الحي أخبرنا العميد روكن عليم ناور أن بعضا من أهم الاجتماعات الرئيسية لداعش برئاسة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي وبحضور كبار قادة التنظيم كانت تعقد هنا في أحد منازل هذا الحي وهذا بيت من أكبر المسؤولين بالدواعش والذي هو المدعو محمد عبد السلام أبو طاها الملقب أبو طاها هذا كان مضافا لكبار المسؤولين الدواعش سواء كان أبو أنس أو كل المسؤولين الموجودين في محافظة نينوة الذاتهم كلهم متواجدون عندهم بهذا الدار قبل شوية سمعت أنه يمكن حتى أبو بكر البغدادي المعلومات التي عندنا بأنه كان يتردد من يجي بالموصل يجي مضافته هنا وشان يصير بهذا المكان بهذا المنزل؟ يعني كان حتى اجتماعاتهم وما شبه ذلك على اعتبار يعني بيت دار مدني شخص مدني كان تواجدون هنا وهو بالأحرى حتى كان به سرداب موجود يعني إذا حتى كان من تعقد مؤتمراتهم واجتماعاتهم تعقد بالسرداب الجوة طابق العرض الجوة المبنى منهار بشكل كامل لكن السرداب الذي كانت تعقد فيه الاجتماعات بحضور أبو بكر البغدادي ومساعده أبو أنس الشامي وقادة الآخرين في التنظيم لا يزال يحتفظ ببعض معالمه كهذه الطاولة التي جلسوا حولها وبعض الأوراق التي تخص داعش وأجهزة اتصال ومكبرات صوت وجدناها هنا برفقة قوات حرس نينوى الشيخ العام هما كانت لهم سيطرة تامة أو عدد هواية كبير كلش بالمنطقة فالناس المدنيين لا حول ولا قوة بس هما يجون بسياراتهم العادية يعني بالمنطقة هنا لم يكن ظهور قادة داعش أمرا هينا في الفترة الأخيرة فبعد أن خسرت تنظيم العشرات من كبار قادته في العراق وسوريا إثر عمليات عسكرية خاصة وغارات جوية دقيقة تحولت اجتماعات قادة داعش من الدواوين المفتوحة إلى سراديب مظلمة تحت أبنية صادرها داعش من الأهالي خدمة لغراضه وعملياته الإرهابية مشاهدين ورادنا في خبر عاجل أن الحكومة اليمنية أعلنت قبل قليل قطع علاقتها مع دولة قطر وأيدت إنهاء مشاركة قطر في التحالف العربي الذي يقاتل على أراضيها أعلن المتحدث الرسمي باسم فصيل مغاوير الثورة العامل بريف حمص الشرقي والتابع للجيش الحر عن إنشاء معسكر متقدم بالتعاون مع قوات التحالف الدولي شرق سوريا لقتال داعش وتعد القاعدة الجديدة منطلقا لجيش المغاوير وقوات التحالف باتجاه مواقع داعش وذكر المتحدث باسم الفصيل أن القاعدة مجهزة عسكريا بشكل تام منذ أكثر من عشرة أيام وهي تحتوي على سلاح ومعدات متطورة تناسب حجم المعركة التي ستتم بغطاء جوي من التحالف الدولي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي رسميا السيطرة بالكامل على سد البعث على نهر الفرات وغيرت اسمه إلى سد الحرية وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود إن المقاتلين يمشطون القرى المجاورة بحثاً عن ألغام ولتعزيز خطوطهم الدفاعية قتل عشرة أفراد لميليشيا حزب الله اللبناني في معارك درعا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية والتي شهدت اشتباكات هي الأعنف في مناطق متفرقة من المحافظة وفي الأثناء قتل واجوريحة 17 مدنياً جراء قصفاً جوي لقوات النظام على بلدة الغارية فيما قتل شاب مدني إثر قصفاً مدفعي على حي طريق السد أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن بلادها كانت متساهلة مع التشدد وقالت مي في كلمة مما مقر الرئاسة الوزراء أغدث الهجوم الذي استهدف لندن أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه وإنه لا بد من إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإرهاب وعددت مي أربعة مجالات قالت إنها تحتاج لتغيير أبرزها مكافحة الفكر الشرير الذي يلهم هذه الهجمات المتكررة والذي وصفته بأنه تحريف للإسلام وللحقيقة نفذت الشرطة البريطانية عملية دهم لأربعة عقارات في لندن في إطار التحقيقات بشأن هجوم الذي تبناه داعش وأصفر عن قتل سبعة أشخاص وإصابة نحو خمسين آخرين وتحاول السلطات معرفة ما إذا كان الرجال الثلاثة الذين نفذوا الهجوم قد تلقوا أي مساعدة وقالت الشرطة أنها حددت هوية الرجال الثلاثة وأنها ستكشف عن أسمائهم في أسرع وقت ممكن أعلنت شركة فيسبوك أنها ستجعل منصتها مجالا معاديا لكل من يمارس الإرهاب جاء ذلك إطرى تصريح رئيسة الحكومة البريطانية تريزامي التي دعت شركات التكنولوجيا إلى بدل مزيد من الجهود لمكافحة المحتوى المتطرف من جهتها أكدت تويتر أنها ستوسع من استخدام التكنولوجيا التي تسمح لها بإزالة أي مواد متطرفة بقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل عربت الفول في مصر من أهم طقوس شهر رمضان لإعلاناتكم على تلفزيون الآن تواصلوا معنا على جهات الاتصال التالية أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحفة أبرز العنويين التي تدولتها الصحف الخليجية اليوم حول قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر صحيفة الرياض عنونت المملكة تقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر صحيفة المدينة السعودية عنونت إنهاء مشاركة قطر في تحالف دعم الشرعية باليمن بسبب دعمها القاعدة وداعش أما صحيفة عكاد فقد عنونت تحدثت عن وسم سمعا وطاعة يؤكد التفاف السعوديين مع قادتهم ودعمه للقرارات الحكيمة التي تصب في صالح المملكة ودول الخليج العربي صحيفة البيان كتبت مقالا بعنوان الاستشاري الاستراتيجي هالشعب القطري سيظل جزءا لا يتجزأ من أمن حاضنته الخليجية صحيفة الاتحاد كتبت بسبب سياسات حرضت للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية السعودية والبحرين تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية والقنصلية مع قطر أما صحيفة الإمارات اليوم فعنونت الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر صحيفة القبس الكويتية عنوانت اليوم جسر صيني بخمسة عشر ممرا وخمسة طوابق أنجز مؤخرا جسر مذهل خارج مدينة تشونكوينغ الصينية ويتكون هذا الجسر من خمسة عشرة ممرا وخمسة طوابق يمتد الجسر إلى نحو ثمانية اتجاهات ويعد من أكثر الجسور تعقيدا كما أصبح مثار تعليقات السكان وأخيرا صحيفة النهار اللبنانية عنونت تسلق قمة أفرس مرتين في أسبوع واحد حقق متسلق إسباني مؤخرا رقما قياسيا جديدا ببلوغه قمة أفرس مرتين في أسبوع واحد وانطلق المتسلق في رحلته الثانية السبت الماضي من معسكر على ارتفاع ستة آلاف وخمسمائة متر ووصل إلى القمة بعد سبعة عشرة ساعة تعتبر وجبة الفول هي الصحور الأساسي للأسرة المصرية وتعتبر عربات الفول من المعالم الأساسية في ليالي رمضان خاصة أنها من أهم التقوس التي لا يستغني عنها المصريون خلال الشهر الفضيل تراث يحاكي الحياة اليومية لشعب منذ القدم ترتكز على مكونات بسيطة ومذاق العصور المصرية على مر الزمان فلا يخلو شارع مصري من عربة الفول ففي الشهر الكريم ترتدي الثيابة الرمضانية وتبقى جزءا أساسية من ربيع الشهر الفضيلة فتعلنوا دقات المسحرات عن بدء تناول الطبق الشعبي الرئيس عند كل أسرة مصرية لا بديل عن عربية الفول في مصر بتحسسك بالطراز بتحسسك بمصر الأديمة أنا أصلا من هنا يعني من منطقة من هنا وما بنزلهاش على كل فين وفين بس أنا نزلتها النهاردة مع جماعة وكده بس حاجة جميلة الصراحة هنا أخشاب وقدرة حديدية تحمل أصالة الأكلة المصرية الشعبية وإلى جانبها المقبلات الأخرى التي تطفي على طبق الفول سحرا مميزة بص عربية الفول مختلف تماما عن متأكل في المطعم متأكل في الشارع كده وسط الناس أنت مستمتع بالناس اللي حواليك نعمل عن صحاب مع بعض علاء قاعدة أطفال حسنا بتعمل الفول وأنا في الشارع في عربية الفول ومع الصحابة طبعا في وسط البلد جوا وسط البلد عربة الفول منارا أيضا في ساعة الإفطار تقف شامقة في كل ربوع مصر يلتفوا حولها المواطنون ولم ترتبط عربة الفول بطبقة معاهنة فقط بل إنها تراث شعبي يلبي نداء كل الطبقات فيتناولون وجبتهم واقفين أو جالسين عند العربة عربيات الفول عموما طبعا الشوارع المصرية كلها بتبقى مليانة طبعا بعربيات الفول وكل الناس معظم الناس بتنزل تاكل على عربيات الفول اللي هو إحنا أصلا ما كناش بناكل قبل كده على عربيات الفول لا لازم في رمضان بنحس بتعم رمضان لما بننزل تسابق أعظم فنان الطبخ في إطفاء جديد على الطبق التراثية لكنهم لم يستطيعوا مجارات أصالة مقونات طبق الفول المصرية فول زيت حار وفول زيت عادي وفول بالسمنة وفول بالزبدة كده فول ببيد وفول سادة في طلب بخمستاشر في طلب بعشرة في طلب بعشين بعد الفجر على طول بولع على النار الإدرا وبسيبها لحد الساعة 12 الده وبعد كده بحطي حاجة اسمها المونة عبارة عن رز نسبة صغيرة أو عتس نسبة برضوك صغيرة وبعد كده على قبل أدان المغرب بحاجات بسيطة بقطي النار إن هي تاخد سواها بقى اللي هو المزبوط خلاص كده وبإذن الله بعد المغرب على طول بنزل الشهر وتجتذب عربة الفول الكثيرة في أجواء مميزة يمتزج فيها نسيم مصر القديمة بخليط من المذاق والأصالة فتحيي الليالي الرمضانية المباركة بأجواء فلكلورية ساحرة إذا كنت غنيا أو فقيرا فلا يفوتك طبق الفول الرمضانية سواء في الإفطار أو السحور فعربات الفول المنتشرة في شوارع مصر لها طابعها الخاصة فأكثر من سبعين ألف طن من الفول يأكلها المصريون خلال الشهر الكريم لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة بأخبارنا الرياضية حظي نجوم ريال مدريد باستقبال تاريخي عند عودتهم لإسبانيا بعد التتويج باللقب الثاني عشر لدور أبطال أوروبا عشرات الآلاف احتشدوا بساحة ثيبلس الشهيرة للاحتفال بالأبطال وكان النجوم الفريق الملكي قد جابوا شوارع مدريد وصولا إلى الساحة التي تعد المكان الأفضل للاحتفال بانتصارات ريال مدريد حسم النجم الفرنسي أنتون جريزمان مستقبله مع أتليتيكو مدريد بصفة نهائية وقرر البقاء مع الفريق لموسم إضافي وكشف جريزمان في تصريح لقناة تي اف ان الفرنسية أن أي قرار للرحيل عن النادي في الوقت الحالي سيكون أمرا غير لائق ليقطع بذلك الهداف الفرنسي الطريق أمام كل الأنديا الراغبة في ضمه على رأسها مانشستر يونيتد الإنجليزي قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين السعودية ومصر والإمارات والبحرين تقطع العلاقات مع قطر بسبب الإرهاب داعش يستهدف نازحي الموصل وأخبار الآن ترصد المكان الذي التقى فيه البغدادي بمعاونه قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على سد البعث وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدنا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجزا للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة